اشتركوا في القناة طبعا في اخطاء كتيرة بنقع فيها لما بيبوز المفتاح السرعات يا جماعة بنجيب اي واحد ونركبه ده غلط المفاتيح كلها ما بتشتغلش على بعض يعني الحاجات الياباني ما بتشتغلش مثلا على الصيني او الحاجات المصرية ما بتشتغلش مثلا على الحاجات في مركات تانية لازم اما اجا اغير مفتاح السرعات اغيره بنفس النتيجة بنفس المرك زي ما احنا شايفين ضيل عربي والمروحة صيني فطبعا السرعات مش هتتغير لان اي نعم العربي يعني مفتاح قوي وبيعيش لكن مقاومته مختلفة عن مقاومة الصيني وهنا اللي بيفرق زي ما احنا شايفين في اول سرعة هي جماعة او اسرع سرعة هي اقل سرعة يعني المروحة تعتبر شغالة مفتاح ديرك بس ما بتدنيش الدرجات ما بتدنيش درجات بتاقي الايه يعني من الاضعف وبعدين نصرع ونصرع ونصرع لا دي سرعة واحدة يعني اصبح المفتاح ملغي ما فيش ترانس جوه الترانس ده متكون من عدة ملفات كل ملف يا جماعة نجي ندخله عن الاولاني تقل السرعة وهكذا الى ان نجيب اعلى سرعة طبعا دي اوطى سرعة هنا اللي هي الخمسة ودي اعلى سرعة هي هي يا جماعة نفس السرعة وده خطأ وقع فيه صاحب المروحة ديك ان هو ركب للمروحة الصيني دي يا جماعة او المصرية يعني تصميم صين ومعمولة في مصر النوتيكل طبعا غلط فلازم كنت يعني اتغيرها بتغيرها بنفس المركة الصيني عشان تديني التدريجات ديك لان زي ما قلت المقاومة مختلفة بتاعت كل طرنسي من جوه طبعا لازم اتغير المفتاح دوك احنا جايبين دلوقتي مفتاح صيني تصميم صيني نوتيكل سكاي نوتيكل سكاي يعني صيني طبعا طريق التغييره سهلة هنفتح من العرب فيه مفتاح كده جماعة من تحت كده بيمسك البلاستيكال اللي بره دي في الشاسيه الداخلي اللي هو الحديد مجرد ان احنا هنفكها هيطلع معانا الوش دوك اهو المصمره يا جماعة نشيل الوش دوك هيطلع معانا ويظهر الجزء اللي جوه اهو يا جماعة كده ظهر ترانس الاكرة اطراف التوصيل فيه هنا الطرفين دولك بتوع المفتاح يا جماعة لانه عبارة عن مفتاح فهو بيزود المقاومة بين الطرفين دولك عشان يقللي سرعة المروحة بيزود السرعة بيزود المقاومة بيقللي المقاومة عشان يتحكم في السرعة اما اذا وصلنا السلكتين دول مع بعض يا جماعة هيدونا سرعة واحدة ثابتة يكن مفتاح نور بننور بلندر طبعا معمول بمسمرين هم على جنب شن اول مصمار يا جماعة والتاني مصمار اهو اللي هو ده اه طبعا انا فصل الكهربا فصل الكهربا عمل مفتاح عمل مفتاح يا جماعة من الايه مفتاح زي بتوع مفتاح النور كده اللمبات عشان ما افضلش استهلك الاكرة ديك لان الاكرة دي مع الوقت ممكن تنعم طبعا المفتاح ده متسبت اللي هو الساسيل الحديد ده متسبت في الخشب اللي وارد او في اللوح الخشب اللي وارد ده بمسمرين ادي واحد اهو مفتاح اللووز طبعا واحد يمين واحد شمال هنفكهم هيخرج معانا المفتاح كله يعني تحت تقريبا قريب من الترانس كده يا جماعة اهو كده تخلع لسه فادر شوية اهو نجيب الجديد بقى جماعة ده الغطب بتاع الجديد هنفد منه السلكتين من تحت كده من مطرح الفتحة اللي هم عاملينها اهو كده ونسبتوا برضو بمسمرين واحد شمال واحد يمين اهو كده بمسمر بورما جماعة وهيروح ماسك في الجسم البلاستيك او اللوح اللي وراء اهو كده مصمار ده مصمار اسمه مصمار 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 اللووز اسود ده ليس ان يا جماعة بيمسك في الخشب على طول لو انا ضغط عليه بالراحة كده وبمفاك هيدخل في الخشب وسبت النوعية من الطرفين يعني طبعا هو كده الجسم الحديدي عامل على البلاستيك بتاع الكهربة يعني ممكن اروح عامل مجرى كده في البلاستيك اللي هو الغاطة ده اه واروح معدين من فوق الحديد ممكن اعملها كده او ممكن اعملها كده بس ايه ما ضغطش قوي عشان برضو ايه ما قطعش ما ما خليش الحديد ده يقطع السلك اللي تحت يعني ده ممكن ممشي ده يمكن يعني ده صح وده صح طبعا لو في مجرى صغيرة كده في الخشب ده والخشب يسقط فيها والسلك ده يسقط فيها كان برضو يبقى احسن طبعا احنا كده ركبنا بالركب المفتاح ويا جماعة جديد طلع له سلكتين هنركبهم في القديم ونعزلهم بالبلاستر اول طرف اهو يا جماعة والتاني برضو هنعمله كده بنفس الطريقة كده قطعنا خلاص اهو هنعمل بقى ايه التاني ايه اهو الطرف التاني يا جماعة اذكركم يا جماعة انا فاصل الكهربا عشان ما حدش يشتغل برضو مش اي حد يشتغل وفيها كهربا اي نعم بتبقى فيه ضوابط اثناء تركيب الحاجات ديك ان انا افسر الكهربا او لو انا شغال فيه كهربا احترس ان انا ملمس اي الارض او اي جسم حوالي عشان انا ما تكهربش لان كده تتفتح اتتفتح اتتقفل الدائرة وتوصل فيها الكهربا دي من البادهيات في شغل الكهربا طبعا كده يا جماعة هنفصل التاني يلا بسرعة شوية اسرع تمام كده اهو ونقص الزيادة وعزلنا الاطراف عشان فيه جسم برضو حديدي في الظهر عشان ما فيش واحدة سلك تلمس فيه او تلمس في جزء من الاجزاء الداخلية برضو مع انه كله بلاستيك يعني بس برضو رحدي كده فيه فتحتين هما جماعة هيدخولوا في البروزين اللي في الجسم الحديد اللي تحت يدوج ايو ده وده 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 تلوح الملفات اللي وصلة من الترانس والدرجات بتاعت السرعات طبعا لو اتفصلت واحدة منهم بتفصل السرعة خالص ركبنا كده يا جماعة وسبتنا كويس اهو وبيغير واحد دي اصرع درجة درجتين تلاتة اربعة واخر حاجة فل يعني قال لي حاجة درجة اولى اتنين تلاتة كده اوف كده غلق خالص مفيش اي بتقفل المروح فل يعني اخر سرعة زي ما احنا شايفين كده اول سرعة جماعة هنجرب اول سرعة ونشوف بقى تدر والسرعات بعد ما ركبنا المفتاح المناسب ليها مش مفتاح العربي ده صيني ده مروحة صيني بتصميم صيني ماصر لازم مركبناها نفس النوعية اول درجة يا جماعة طبعا المروحة دي برضو للعلم يعني محتاجة برضو مكسف المكسف اللي فيها بقى له سنين فبرضو بقى لها يجي سبع سنين طبعا دي عايزة ايوة بدأت تشد هي ان شاء الله نركب لها مكسف تسرعة تاني سرعة يا جماعة دي اول درجة يا جماعة ما كنناش الاول بنحصل عليها في المفتاح اللي كان راكب هنبيض سرعة في كل السرعات واحدة وهي يا جماعة سرعة زادت بقت اسرع من اول درجة درجة درجتين كده يعني معناها في تدرج وماشي بطء شوية الاول ما كانش فيك الحاجات دي فده دليل دي تالي سرعة يا جماعة ده دليل يا جماعة اني لازم مركب المفتاح المناسب للمروحة المناسبة مش اي مفتاح راح اجيبه وركبي عام وما تلاقيش في سرعة في تدرج في السرعة تلاقي كله سرعة واحدة شفت يا جماعة السرعة زادت كمان على التالت زادت فلازم ناخد بنا من الحكاية ده يا جماعة مش اي مفتاح نجرب بقى على ربع سرعة هنلاقيها زادت برضا يا جماعة وحصل التدرج اللي احنا بنقول عليه المفتاح المناسب للمروحة المناسبة مش اي مفتاح هنلاقيه كده يا جماعة اربعة كده شغالة مية مية اهو خامسة بقى السرعة الايه الاخرين اكبر سرعة شفت يا جماعة كده اخر سرعة اللي هي السرعة اللي هي بنوصلها لو وصلنا سلكتين هاشتشتهب بنفس السرعة اللي هي دايركت على طول جابت اخر سرعتها والحمد لله نجحت العملية وحصل التدرج وده اللي انا كنت محتاجه بدل ما شغالها على سرعة واحدة ودي احد العيوب اللي بنقع فيها كده فل اللي هو اخر سرعة جماعة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته